عندنا بوصلة عنا من 2019 لها من 2019 لازم نغير الجزائر بوصلة الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني تظهر أنها ستقف عند حدود سنة 2019 حسب الوزير الأول عبد الملك سلال في خطابه أمام الولاد لتخالف نوعا ما المخططات المعروفة في الاقتصاد المعتمدة على مشاريع المتوسطة وطويلة المدى حسب الخبراء الاقتصاديين وبالحديث عن إدارة الأزمات لا يخفي الوزير الأول شيئا عندما يقر بصعوبة السنة المقبلة 2017 ولإظهار أن الحكومة مستعدة لتحكم في الوضع الاقتصادي يكرر الوزير الأول عبد الملك سلال اقتراح جمع الضرائب عن طريق الأميار والولادة ولكنه هنا قد يظهر متحفظا على هذا الحل قائلا باستغراب بل ويذهب الوزير الأول أبعد من ذلك مشككا حتى في قدرة الإدارة المحلية على صيانة مقبرة وأمام تعقيدات الحل الاقتصادي سريع يستعمل الوزير الأول شعار دعه يعمل أتركه يمر ولكن بلا مشاكل ولتطبيق نوايا الحكومة يعيد الوزير الأول عبد الملك سلال بمنح المشروعات لشركات وطنية ولكنه يشكك في حز النتائج المرجوة لينهي الوزير الأول عبد الملك سلال خطابه أمام الولاد لرؤية الحل الأجدى لاقتصاد البلاد وكله حصرة وما سماها غيرة على بطء تفعيل الاقتصاد الرقمية ضاربا المثل برواندا البلد الإفريقية الذي تفوق في هذا المجال لما نمشي رواندا نشرب قهوة رح نخلصها يقول لك أولدي جيب جيب لكارتن تاعك هذه الصغيرة هذه البطاقة نقبلوش الفلوس ونحن في الجزائر ما زال أجبد الأمير عبد القادر ومنعو كيفاش باش تخلصوا له